اشتركوا في القناة يلي طالت البشر وبالتالي يعني اليوم كمان منقول لكل الجهاز الطبي والجهاز العاملين انه يعطيون ألف عافية لأنه الإصابات كتيرة وكلها إصابات للأسف الشديد حرجة وكلها بدها عمليات من هيك بنقول لهم يعطيون العافية والشفاء العاجل أكيد لكل يلي أصيبوا وبالتالي لأهلهم كمان يلي هن قلبون عليهم ويلي الكل يعني اليوم عم بقلق خليني أقول على الأيام المقبلة يعني حمل له لبنان يمكن هيدا أفضل شي نقدر نحنا نتمنى بهالأيام الصعبة بصرنا كتير اليوم أني استضيف رئيس رابطة موظفية الإدارة العامة أستاذ وليد جعجة حتى نحكي شوي بواقع الإدارة العامة وبالتالي كانت استنكرت كمان الرابطة ما حدث وحتى كان فيه تساؤل حول الموازنة خصوصا أنه منا ملحظة للإدارة مثل ما نوعده واللي عرفنا يعني من معلومات من مجلس الوزراء أنه موزنة الـ 2025 ما فيها درائب ولكن أكتر واردات بس هالواردات السؤال من وين كلها أمور رح نبحثها اليوم مع الأستاذ وليد أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أهلا فيك حمد ما قلت اللي بدنا نعزي الشهداء اللي قتل عم نحكي هذه الشهداء وبدنا نقول أنه نبالسي مجي روح الجرحة وقال الله يعيننا نحنا وقعنا بمصيبة يعني على مستوى البلد ككل بقى ما بعرف كيف ننساعد ونطلع منها نحنا أكيد نؤمن بالرجاء ونؤمننا قوي ببلدنا بس ولكن يعني الكارسي كانت كتير كبيرة عنا مأساة عنا أربع تلاف جريح وصوروا أكتر كل يوم عم بيروح شهداء وعمليات كل نيل مع نهار عم تتواصل يعني الجهاز الطبي في عندك المستشفيات مش عم بتلحق لعلى نهار عمليات نبعرف كيف نطلع منها هالموضوع إضافة أنه اللي عم نحكي الموازنة مش لاحظتنا بشي لازم نحن نكون عطول عطول ستاند باي بكل شي موظفينا بوزارة الصحة مش عم بيناموا ليلة ونهار بكل المستوصفات بكل المستشفيات الحكومية متل ما نكشيفي كل ما نلوارا أخصوصا أنه اليوم اتأجلت كل العمليات اللي كانت على الجداوي اللي أنصرت الأولوية متل ما قالت لهالمصابين اللي أغلبية إصاباتهم هي العيون بالعيون بالخاصرة بالخاصرة بالإيدان في بتر يعني حتى إديش يعني هالتضامن الإنساني اللي بيّن من كل اللبنانيين بالتبرع بالدم وكل حدا بيقدر يتبرع بوقته بدم أو شي ما يتأخر لأنه بعدها العمليات بحاجة التضامن بعن بعضنا هيدا 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 كتير مهم هيدا 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 بيخليك تدلت عندك إمامي لبنان أنه الرغم كل شي صار هيدا هيدا اللي صار يعني يمكن سيبقى دولة عظمة ما بتقدر تتحمل ونحن تحملناه وعم بيمرق شوية شوية وبإذن الله نحن نتخطر هيدا كتير مهم ما شاء الله ألا يحمي لبنان يعني هيدا يمكن أكتر شي من قدر نقوله لأنه نحنا هلأ بلبنان لحول ولا يعني الناس الآن على مساحة الوطن خصوصا من بعدها العملية والاعتداءات الجديدة بالنوعة خلينا نقول يعني هاي معركة ما بعرفها الحرب الديجيتال الحرب الإلكترونية وين بتوصلنا بكل الأحوال نحكي شوية عن الرابطة اليوم الرابطة اللي بتمثل كل العاملين في الإدارة العامة يعني اليوم هن بخدمة الناس بالنتيجة وهن بالأماكن الموجودين فيها هن اللي من خلال أعمالهم بتغذل خزينة خلينا نقول ولكن كيف موازنة منا ملاحظتكن من الوقت يلي كتير عطيته فرص للحكومة صار فيه كتير اجتماعات مع دولة الرئيس مئاتي أنه عدتوا بأمور كتير ولكن جينا اليوم عموازنة 2025 وكأن مش ملاحظين أي تقدم من حقوق الإدارة العامة ما أصلا الرئيس مئاتي يعني إذا بدك ولا مرة أخذنا بجدية أنه نحن لح نعمل شي نعمل إصلاح إذا بدك هيدا الإصلاح اللي هو عم بيحكي فيه وبينيدي فيه نحن عم بلش نعمل شي جديد بدنا نعملكم سلسلة رتب وراواتي بقصة الحديث اليوم ما حطينا حجر الأساس فيه مثلا اليوم بعم بيقول هو بدي أعمل سلسلة رتب وراواتي طيب لا في لجنة من قبالنا طيب بيضل في شركات أحصاءات ودراسات ما بعرف شو طيب هذه الشركات اللي موجودة ودراسات ونحن من ويزي يمكن دول العظمة فيهم ولا شركة تجي مثلا على المالية بتقول يا عمي أنا عندي موظفين في أرابع هالأد عندي موظفين في أتالتي هالأد تاني هالأد أولى هالأد عندي شواغر هالأد هالإدارات خلنا نحصيها مش خلال الشركة تطلب منها يطلب منها مجلس الوزراء مسح تكليف مسح بس دقيق مش نحكي أنه الرائد والضابط والعميد والموظف كان يأخذ من عشرين سنة هالأد وصار هالأد هادي يكونوا بقى يفيدوا اليوم شو موجودين من خلالها نطلع سلسلة رتب ورواتب بالحد الأدنى تليق بالموظف طي يعيش بكرامته الحديت اليوم هيدا من عمنا من أيار الماضي لليوم اختفت عأساس فيه شركة أمريكانية ما بعرف شو وراحت واختفت اليوم بيقلك فيه إيرادات طيب شو يعني إيرادات أكيد بيكون في وير ديت من عمدرجة بالإيرادات طيب من وين وين ني من جايبت المواطن ومن جايبتنا نحن دغري بيتاخدوا مننا مع انعدام الخدمات نحن بين خاصة ومن عاش أول شي ونحن بدنا نكون أبتو ديت بكل شي مثل ما أناك عم بتشوفي اليوم باللي صار نحن بنكون موجودين وحتى كل شي بيصير علينا نحن بنعمل رسوم نحن بنجبي الضرائب نحن بنعمل كل شي ونحن بناخد طب بيصير ما بيصير دولة إنه بدأ تعيش على موظفين يكونوا شحادين ما بتزبط ولا حتى لنا حق نحكي ما بنفهم شي يعني طب معقولة موظفين إدارة عامة هن القصة كلها ساوا به الموضوع ما عندن ما بيكونوا معك طب ما بتعطيخوا دراقهم ما بتشكل ما بعرف لجنة تعمل دراسة قادنا تخربت كل النزام يعني اليوم التعويضات اليوم صار عندك إنتاج وصار عندك شو اسمه مساعدة اجتماعية تعويض بيطلع بمعاش قديمة يعني اللي كان يقبط 3 مليون ليرة كان معاشوا 1000 دولار إذا هلأ بحدا بيفل من الفئة الرابعة أو الخامسة بيطلعوا 100 مليون بيطلعوا يعني 1000 دولار هيدا كيف بدوا يعيش فيهم إذا بدوا حد الأدنى 400 دولار بعيسوا خمسة شهور وإذا أباضهم ما بيعلوا لؤال وبيحطوا طويهم ما حتى طيق أباضهم أدي يعني موظف قدم حياته كل سوا 30-40 سنة بالوظيفة بحقه يعيش بكرامته إن كان بالوظيفة مع عائلته وإن كان برات الوظيفة قداش نحكى أستاذ وليد بي اليوم طيق يقدروا يأمنوا كل الإدارات تشتغل اليوم من قال بتجوا يومين نهار قالوا منعطي نقليات يعني ما كان فيه شي سابت بالنسبة للموظف يأمن أنه يأمن على القليلة استمرارية العيش بكرامة الشي سابت أنه هني بدون يكي تروحي صاروا يخترعوا بدع بدل إنتاجي بدل إنتاجي بس لناس وناس أقيدك هاي دي شو بتعملها هاي بتفوت الموظفين ببعضهم بيصير الموظف محسوب عليهم بيتحكم بالموظف مش محسوب عليهم بيصير الموظفين ببعضهم أنا جيت أنت ما جيت أنا كان عندي وضع أنا ببضيك ما بضيك بتفوت الموظفين ببعض على أساس بدون يحطوا هاي دي نحن موظفين وين نحن موظفين بالإدارة العامة ما حدا له حق يتحكم فيها نحن أصحاب قرار فيه أنون وفيه مراسيم ونطبقوا ما بده شي فيه أنون وظيفي بنمشي علي صرنا ما ناخد مسابرة إذا بنا نجي على شغل ما حدا يعني قصة المسابرة وبدل الإنتاجي هاي بدع طبعشان ما تعملي شي متل قصة السلسلي اختفت ما بدهم يأينا نكون موجودين بكادر وظيفي حر معروف طبق الأونين يعني معروف شو كيف توجه هاته وضمن الأونين الموجودة ما بدهم ونطلع برات الأنون شو معيته موظف عن ياخد مسابرة بطل موظف شو معيته موظف عن ياخد انتاجي يعني أنت عم بتصير بطلتي موظفة بتاخدي معه شغلك ما بتزبط هايك وصارت موجودة مجلس وزراء بيقولك مسابرة كيف يعني بيقرر شو معيته بيقرر مسابرة مجلس وزراء يقرر مسابرة بعدين لا مش لكل الإدارات كمان يعني هي هاي دي هي الشغلة مش لكل الإدارات يعني فيه صيف وشتي على صقف واحد بيحطه موظف بيحطه موظف اللي بده ان يهو بيحكي لأنه لقطينه بكذا شغلة لأنه مش عنده أنه هو بيمثل يخيط أنت هيدا الموظف اللي عم بتحطه هو ما يمثل الكل تاني شي ما أنت اللي لقطه أنت اللي حطه أنت اللي بتديره متل ما أنت بدك بدك تاخد كل الناس ما فيك تجي تحط أنا لأنه بيشتغل المطرح اللي فلاني ببعطي مسابرة لهاودي هاوديك لأ أنت ما أنك واحد أنت كل الوزارات إلى ضروريتها اليوم إذا وزارة الصحة ما اشتغلت بشيلة اليوم بارح شو اللي صار لو لا موزارة الصحة شو منعمل طيب وقتها أيام نستلم ما أنا كتير عايز من وزارة الصحة وقتها ما في مرض مش الله ما حدا بيعوز المرض شو منقول لها وزارة الصحة أنت ما بتاخدي مسابرة كيف يعني يعني هلأ بعدنا عم نحكي بهو الاعتداءات هاليومين هالاستنفار الصحي يعني هاودي الموظفين اللي يشتغلوا هلأ لعيل مع النهار هاودي شو هاودي شو هاودي مثلا ما لازم ياخدوا مسابرة ما لازم ياخدوا مكافأة شو معناتها مسابرة ومكافأة هن ما بدون بس ما تميزون ما تحطن عجانة بساعة البدك هاودي هلأ مش عايزينهم وبعدين منعوذهم هاودي ألو نوجودهم بدأت تعطيهم مثل ومثل غيرهم مش ساعة إيه ساعة حتى مسح المسح اللي بده يصير مثل ما قلت يعني العمل يعني عرف إدي عنا ناس وإديش في ناس ترك إدي في ناس استقال إدي في ناس استقال إدي في ناس تركت البلد إدي يخسرنا من الطاقات إدي تفرغت وزارات وإدارات كل الكفاءات فلت كل الكفاءات طيب نحن ما بنعرف اليوم من كيف كيف ماشي الإدارات إدارات فيها تخمة وإدارات بحاجة للموظف يعني فيه وزارات ما بقى فيها في أقولة صح في أقولة واحد فيه موظفين بيشتغل رئيس دارة ورئيس مصلحة ومدير عام مع بعضهم بعض طيب إذا كيف بدوا يلاحق وإذا شو عم تعمل إنتي عم تغتزلي الإدارة كلها سوا بشخص طيب إذا الزلم بغلط ممنوع التوزيف هو دي فاتو ما بعرف كيف فاتو واختفوا وين الدراسات أنا اليوم بدي أعرف هالدراسات الموجودة وينية بس أعرف شمرة يطلع شيء عندكم داتا مثلا عندكم فيه عندنا المالية عندكم المالية طيب ما عنده عصلة الرزير المالية موجود وحضرته موجود ما بيقدر يطلع داتا صعب من خلال التعاونية تعاونية الموظفين الضمان كلنا عندنا استشفاء منقدر نطلع داتا مزبوطة إذا بدك هيدا مبارمجة عائق ساعة هيا الله شيء أبسط أبسط بروغرام نطلع فيه نقول هيدا عندنا 30 موظف هون 40 موظف هون 100 موظف هون عايزين هون منقدر راقل يقمرنا اليوم ماشي عملينا فلو وإنه نحنا فوضى فوضى هيدا الهدف هون هيدا الهدف هون وعن بيجربوا يحطوك بمطرح شوي شوي نطلع من القانون ومنفوت على خبريات يعني بيأسوا الموظف نعمل مرسوم ومنعمل له مرسوم مرسوم هيدا مرسوم تطبيقية منطلع قانون على مرسوم ما نعرف كيف نطبقه بيصير الموظف مثل ما عامل الحكومة هلأ عايشة باللالاند أنه نحنا بدنا نصير نحلل كيف بدنا نطبق لا خي أنا موظف على يطبق القانون وحضرتك مفروض تلتزم بقوانين الموجودة كاري حكومة تلتزم بالقوانين طبع الوظيفة ما فيه كون تعدلوها هاك بدي مجلس نواب وبيدي أخبارها هذا اللي عم نحكي فيه ما بيخلونا نحنا نحن نحلل سورنا لقوانين أنا خي موظف علي طبق القانون مثل ما هو ما فيه ممنوع حلو وحضرتك مجبور طبق قانون الوظيفة علي ما تخترع لي مرسيم وخبريات وبدع يعني ما عم بعرف أنا كيف إليك عين تقول أنه أنا بدي أعطي فلان بل فلان حتى بالفراش كمان يعني كل عاملة الدولة اللبنانية في موظفين أبطعب شو معي تاللي عم تاخد الفراش بقتها من أطراب الفقار بالليرة اللبنانية يعني حتى كل الرسوم بالليرة اللبنانية لا اليوم صرت فيك تتفع الكهرباء بالدولار فيك تتفع الماء بالدولار صرنا دولار كلنا دولار بالدولار بس المعار ناس بسمنة وناسب زيت طب شو عم نزيد الكون عم نقط بخير كيف أنا موظف لازم أكون عارف حقوقي وعارف ويش بيتي لازم أعرف ويش بيتي مثل ما حضرتك بدك وأنا ما لازم أعرف حقوقي طب ماي واضحة وين قال قانون صار القانون برا ما بيصير كيف دولة بالقانون على عن الدوائر اللي مقفل اليوم يلي موظفين استبدلوا يعني اليوم موظفين نافع على سبيل مثال اليوم في نافع وقفة بي النافع وقفة تعرفي لاش بنقفو النافع لأنه فيش سياسة بالموضوع يعني الدكواني ماشي مثلا وزاعي وقفة في مطارح في خدمات معينة مطارح ما في خدمات طب هادي كيف اليوم شباب صار لهم سنتين صاروا فوق لتمنتعش طب هادي ما بيحقلوا نكون عندهم يعني أقل شي يعملوا امتحان سوق ودفتر طب كيف ويلي اشتروا السيارة وهيدا بدي يدخل على المنصة يقدر يومين يدخل على المنصة طب ما هو بده ما ما ورد رزقه ما ورد رزقه هالبيك أب ما ورد رزقه هالشحن ما ورد رزقه طب كيف ها؟ بعدين الموظفين يلي يعني اعتبر انه بدهم عقاب اعتبر مختيين طب اليوم اخدنه هن اشي لفة حققنا معهن بس مش هنه لازم يحققوا معهن حبسنا البعض فيه جيبات تركنا البعض طب بس اليوم ما عادوا على الوظيفة صح اليوم استبدلوا وبالدرك بقوى الامن الداخلي طب كيف ها؟ طب هادي شو مصيرهم؟ اربعمائة موظف بالمعين الميكانيكي اليوم لا معلقين ولا مطلقين لانه وقفت المعينة هذا اللبناء لا فين يدخلون على الادارة اللبنية لانه كان شركة خاصة وتركينوا طب هادي كمان كيف ها؟ كيف تمشي الادارات؟ وتبي شغلي هالموظف اللي انت بدي تجيبي صاحبك السنة عم نحكي لاش تأصحاب الكافياء فلو ايه؟ قالك انا خيط تعلمت وعمري بعض من صغير بدي روح على ادارة ببلد ابعف ايه الساعة بيكبوني برا ابعف ايه الساعة بيعملوني فاسل ابعف ايه الساعة بيجوا بياخدوني طريقة 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 الجالب حطوه الكيس براسه مثل كأنه شي ارهابي او شي هدا اسمه جيسوس اسرائيلي او شي هادي طبع الجبهة النصرة وداعش ارهابي هذا الزلم مفروض ينبعت وراه مثل من موظف ينبعت وراه طريقة وظيفية في تفتيش مركزي بس يخلص من تفتيش المركزي بيحاول تفتيش المركزي نيابي عامة ما بده شي معروف الانون لاش بتصير بهذه الطريقة ولاش بتصير هالارهابية ما عم بفهم لاش بدكم تنسلموا جهاز ما خاصه جهاز المعلومات ممنوع يتعطى مع الموظفين وانو جهاز امن الدولة وخصوصا وانو تفتيش المركزي اجهز الرقابة لاش مانا عن طلب اعمارهم ما بقى تسمح لهم يعني في بعض الاعمار ما بقى يلاقي وظيفة صح وفي بعض الاعمار بيقلك انا بعدني صغير لاش تأنا بدي اطبهدل بإدارة لبنانية انا بترو وعم عاش وبسافة ومع عاش ما بخلي اياكل للأسف عنا فاصل استاذ وليد ومنتابع من بعض منتابع الحل عنا عبر الام تي في مع رئيس ربطة موظفين الادارة اللبنانية الاستاذ وليد جعجع استاذ وليد حتى نحكي شوي بالموازنة اليوم اليوم بعد الظهر في مجلس وزراء ويمكن على جدول الاعمال هلأ موازنة 2025 ما لاحظوا شيء للادارة العامة فكيف بدها تستمر اذا كان سلسة الرتب بعد ما حدا حكي فيها واللي نوعدتوا فيها من سنة وكيف بدوا يستمر لموظف بهذه الظروف خصوصا انه اليوم ادايا عنا ناس عم تطلع على التقاعد ما عاشا التقاعد اليوم ما بقى ما بقى اي شيء يعني متماقلنا ما بقى اي سوى الشيء ما بقى له قيمة خليني اقول وكيف بتكمل يعني عنا فئة هلأ كيف بتكمل حياتها لك عم بيتقصموا لقظة قصم فيه ناس عم بتطر تدين فيه ناس عم بتبيع سياراتها فيه ناس عم بتبيع بيوتها فيه ناس عم بتشتغل شغلة تانية فيه ناس تركت الادارة هيدا اللي عم بصير هيدا هيدا الاساسي يعني اللي عم نشوف طيب اوكي يالي بيع سيارته ادي هالسيارة بعيشوا وبعدين شو بيبيعك؟ طيب هيدا عم نحكي فيه هيدا عم قلو دولة الرئيس ازا بتريد من بعد امرك نحن جميع موظفين بدولة مع دولة والدولة ما بتترك اولادة هاي والأمورة انت عم بتشوفها كتير كبيرة متل ما كنتم باري عم تحكي على التليفزيون ونحن عم نتشكه بمجلس الامن بس عم بتكون حبر على ورق نحن كمان صنعي لك كمس خمسين مرة وحضرتك عم بتقول عم تعملنا حبر على ورق نحن عنا الناولاد ده تأكل ده تشرب ده تروع على المدارس ده تتحكم عنا استشفاء عنا طبابي باري عم بيقولي بلال انه منعرف بس ازا بنا نفوت على الضمان دهش بدي دهش من ندفع ازا معنا ولا معنا عندهم مشكلة عندهم ما يزرقى موظفي عندهم ما يزرقى باريح كنت عم بتقولي انه انا ازا بتديروه على الضمان او على التعاونية دهش بدي حط بقدر اعملها ولا بأعملها ما بعم تقشع بقى طب هيدا شو معقولي موظف ما بيقدر يعمل عملية يعني تبري مواطن مواطن ما بيروح حساب وزارة الصحة يتحكم بباليش بهذه الحالة وضروري ما عم بيقشع بقى كان بوقت من الاوقات الوزير يعمل استثناء اليوم ما بقى فيه اليوم بدأت تدفع العشرة بالمية اكتر ايه عم يدفعوا 30-40 بالمية ال40-40 بالمية بيطلع وقت ما عاشوا ع سنتين او ثلاثة للموظف وخصوصا ازا كان فيه مستلزمات يعني المستلزمات مش مدعومة من حدا يعني وهو هادي واحدة هادي واحدة طب كيف اضافة انو الحكيم بالمستشفى بيقولك انا بدي اجاري وحدي واجاره بالفراش وما ببالش العملية غير ما يتأمن شغلة تانية المستلزمات خلينا نقول لش انتو كموظفية بقدر امن المستلزمات عندكم قضية التوابع كمان الارتصية كلها مش موجودة بديك جيبايا على حسابك صحيح اذا كان فيه كهرباء واذا عندك موتور ما بيقى تأمن مزود واذا ما انتزع الموتور ما فيه حدا يصلحه يعني نحن عم بقولك عايشين وحتى السيستام يعني اذا وقف بيقف بكل الفروع وقف السيستام المالية يعني بالدواء اذا انتزع بالسنترال بالمالية بوقف الكل بوقف الكل وهالناس اللي تكبرت وقت ودفعت ووسطت وهايك بعطلت نهارة ما يمكن اخذها فرصة من شغله بيفع بنزين كل نهار بواقف بالدائرة اخر جيت قوله ما فيه نعمل لك شيء قداش الانلاين يعني هالمعاملات الانلاين المكننة اذا بتسهل من سنة التسعين لازم تصير لليام مصاري كل هيدا اللي عم بيصير كلها دراسات ما استناع منيحكي دراسات وهمية عم تنحط بجروير بيندفع مصاري تنعمل ونجهز وكذا بس كله حبر على ورق قدنا بدك مدفوع مصاري على الشغلات وموجود كل شيء بس بدون يجهزوا والتجهيز بأقل كلفة وانينا موجودة الدراسات موجودة الخطط موجودة ولكن يبقى التطبيق وعندنا احلى ناس بالادارة وبين ووادي وبدون يشتغلوا ونخبئ وبيفهموا وعندهم خبرة بس اعطوهم مجال يشتغلوا وبعدين حاسبوا ما تحطونا بمطرح من نقلنا ما تعطونا مسبرة وانتجية وتتضحكوا علينا وتشوفوا كيف نكون تشيلكم واحد من هون انتوا المسؤولين على خراب الإدارة انتوا اللي فوتوا قد ما أكتر ما لازم بكتير انتوا اللي ما وزعتوا صح تراكم هي تكون الخمس تلاف هاللي دخلوا دخلوا في كذا خمس تلاف وكذا تمن تلاف هيدا بوقتها كان متخذ قرار من الدولة اللي بنين من مجلس الوزراء انه لا توزيف بعض اليوم مجلس خدم مدنية والتفتيش معطلين له حركته كيف فيه رئيس تفتيش الهايئة ما بتشتغل واذا بدو ياخد قرار ما فيه واذا حول على نيابة العامة ما بيصير شي لا لا مثلا طب هيدا لشما انه مسائلة لقلكم على التفتيش الماركزي ما بتفعلوه مش مسائلة لقلكم بتبعته جهاز المعلومات يحاسب ناس ما لازم يتعطى معه هو ما خصفية تحدثت بيقولك تحدثت القوانين تحدثت القوانين شو يعني شو عم بتعطلوا أجهزة تحطوها برا ما بيصير مش انتوا هاك عشوائي تفضلي لك هون عم نصرنا هاي بتحديثهم للقوانين وبخبرياتهم والأفلام اللي بتركب على الأنون هون صرنا موضوع التوابع كمان اليوم عطلنا الإدارة منذ لاشتار للتوابع داشتار فيها مش هيك وداشتار فيها سوق سوداء واحتكار وسوق سوداء هلأ كيف انتوا بتعملوا حاجة المال الموزني مؤخرا حكي النائب إبراهيم كانعان انه بلشوا ببعض الإدارات يلي عندها مكننة انه اللي فيه رسوم انه ستصير ورقية ما تعد ورقية يعني ندفع الرسم بس هلش ما بتتعمل بس ما بتندفع اخر شيء والقامتي والشركات الخاصة يعني مين عم يستفيد الشركات الخاصة والأوراق البول مين عم بيقدر يجيبها كمان فيها احتكار طيب ما كيف هيدا الشي بده يصير متاون للناس لازم يصير فيه شفافية لازم يصير فيه المواطن ينبسط يجي على الإدارة يرتاح يجي على الإدارة يرتاح عند الموظف ما يستعوذ بالشيطان الموظف مستعوذ بالشيطان والمواطن طيبنا انا بجي على الشغل وانه عش بدي اعلق مع الناس يعني انا من وقت ما بيجي بحس حوالي انه انا مني قادر اعطيه متل ما لازم بالا امور الليجوستية بالا معانش بالا ورق البول طيب اذا انت بديك تقدر جيبي عشوار ورقبول تحطيهن عندك بالمكتب طيب الناس ياخدون تطلعي انت عم ترتشي واذا الزنم بدي نزل تجي وبيقعد 6-7-8 ايام وتعز بيك رمال ورقبول 20 ألف ليرة بيروح بزنم اذا ختيار عمره 70 سنة ما بيقدر يعني كل التركيبة غلط كلها كلها يعني حتى حتى بالدوية اللي فيها ضغط حرام حرام الموظف حرام الناس يعني عم نفوت اتحطوا موظف انه هو يبيعون من خلالكم بكل ادارات كل سرايا حقوا واحد او اتنان عم نفوت على بعض المؤسسات يعني الموظف فوق وما بعض كم حدا وكوة طويل عريطة يقدر يوصالوا وبيد يطلعوا كذا طابق ما في اسانسور هلأ شوفي النافعة نفعة دوائر العقارية دوائر العقارية عنده الواحد بد يقعد كل نهار طيب يقدر يشوف موظف يعمل معاملة طيب هده كمان ما بيسير هاي دي اللي عم نحكي فيه يعني لا الموظف عاتينه يقدر يرتاح يعني يعمل شغله متل ما قلت مرتاح ولا المواطن اللي جاي مواطن صالح وبدو يعمل حسب الأصول وبدو يدفع بدو يعمل كمان انه مريحينه هو اللي هللي عم اللي هو مسلا تنقول مجلس الوزراء اذا بيعرف انه بالنفعة في عنده تخمم الناس عم توقفوا بعضا بعض طيب ما بيبعد حدا هالشركات الموجودة ما بيقول انه أنا عندي عشر موظفين وعندي ألف معاملة بالنهار لازم يكون أنا عندي ثلاثين لازم شير من هان حط هان طيب ما هو مش حرام ألف زلمي كل يوم يوقفوا اذا أنا عندي ألف معاملة اذا عندي مية وعندي ثلاثة موظفين لازم يصيروا عشرة طيب الموظف يقدر يعمل عشرة كل نص ساعة بده المعاملة هذه عمليات حسابية صغيرة تمشين الموظف والمواطن يكونوا مرتحين ما بيصير الموظف يعمل أربعين معاملة بالنهار وموظف يعمل ثلاثة يعني حتى يلي عم يطلعوا على التقاعد ببعض المؤسسات العامة وبعض الإدارات ما عم يعني عم يطلبوا من التفتيق عم يطلبوا من الخدمة المدنية تأمن لهم لأنه بيتعطل بعض الأقسام المؤسسة العامة للإسكار يعني اليوم في ثلاثة يطلعوا على التقاعد يعني هو عم يضب أرشيف مثلا يعني فيه شغلات مش مسموحة يعني طلب قبل بوقت لأنه عارف أنه بها التاريخ بتنتهي وما فيه تمديد وما فيه تمديد للموظف يعني موظف متقاعد مادي دوله ما فيه هايدي بالدولة منطرين يعطوه حدا منهم كان عم يطرحوا هذا الموضوع حتى انطرح موضوع تمديد السن هذا اللي بدك تحكي فيه مشروع اقتراح قانون تمديد السن بين أربع سنين والسنتين صح على أساس لازم هلأ كان بس أنه اليوم مجلس سنية بمفروض أنه ينتخب رئيس لا عم ينتخب رئيس ولا عم يقدر ياخد قرارات تتمشي الإدارة طيب ما شمعينتها مجلس نواب أنت فسري تشريع وشو معينتها مجلس نواب للتشريع للتشريع طيب مجلس نواب اليوم مثل ومثل بالنسبة لقلنا مثل ومثل المسابرة وده بعد الانتجي ما عم بيعمل شي هلأ اليوم عنا ضرورة ونحن بحاجة لتمديد للموظفين يلي هني صاروا ليل ومش عم نقدر نعم نوظف جديد وعندهم أصحاب خبرة هاو ديك يسيروا مثلهم يمكن بنا نفوت بشي ما نقدرين له اليوم لاش ما نحن ندرب لاش ما نقدرين ندرب لاش ما نفوت اليوم الموظف اللي عمره 64 وبعد قادر يعطي صحته منيحة لاش ما نمدد له 4 سنين بهذا الظرف ونخلص منها بده نهار طيب لاش ما نجرب المدد للعسكر كمان هذا الشي بريح والناس بتستفاد طبعا أنا أوصل على إدارة لقي فيه موظف وعندي 50 معاملة الموظف لح ما رح يقدر يعطي الطاقة مزبوطة ولح انتبهي على الضغط ما رح يعطي صاح ما رح يقدر يملك انتجيه والمواطن لح يستعوز بالشيطان وبلش الوصائل دخيلك فيك تمرقني وهذا فوتني وهذا اللي عم يشتغل السياسي بيحط موظف واحد وبلش بالخدمات هو من هون واذا بده يحط هذا اللي عم بيصير يعني ما بدهن انه نحنا تكون إدارة حرة المواطن يقدر يفوت على الكمبيوتر يخلص ما عملته يفوت على الإدارة عشرة أربع ساعة تكون خالصة مع المعاملة ما بدهن بدك تعله وتروح إلى عنده كذا مرة وتترجي هو يستسمره بغير شي انتخابات وتصيري معه اليوم بهذا الظرف اللي نحنا فيه يعني في فترة من الفترات كنتو عم بتعمت عم تعتصمو كان فيه اعتصام كان فيه اليوم شو الخطة كان اعتصامنا إذا بدك خجول لأنه أنا بفكر إذا بده يروح مثلا بده يجي ابن البقاع على بيروت أو بده يجي ابن الشمال أو ابن من الجنوب وبده يحط تانك تان بنزين وقضي نهار هون يعني هو بيطعم عائلته فيهم يعني نحنا إذا بدك خففنيها كتير كتير هذه القصة عم نشتغل أكتر شي على البيانات وعم تطلع ببعض الأشخاص اللي هني عم بيتحركوا بإسم الكل إذا نحنا ببدك نحنا لازم نعمل مش موضة لازم نعمل نوقف عن العمل ونعمل مظاهرات واعتصامات ونقعد ننام تحت ما نقبل إلا ما ناخد حقوقنا بس منرجع منقول نحنا مواطنين أول شي ونحنا موظفين تاني شي ونحنا ويشة لبنان ما ممكن إذا هني عم بيفكروا بالطريقة يغيروا لنا هويتنا ونصير نحنا أصحاب أضرابات ومننزل على الطرقات لحوال عسكر مبارح مضطر يعمل هاك يولي عدوليب هذا عيب عيب يحق كل شي ممكن تسميه وزير ونايب وكل مسؤول عيب هذا الزلم يخدم آخر شي بده يروح تأخذ حقه بده يولي عدوليب ويقص الشرطان هذا عسكر أو عسكر رفيق يحطوله الغاز بوجه مش عيب رفيقه هذا انتبهي هذا يعني ينتبهوا عن ينفذ هيدا اللي جوا عن ينفذ أنون وعني يعطوه معاش قد اللي برعا سبعين مرة هيدا الخطر شفتي جوا ما عم نوصل عسكري انت مش عم بتشوف العسكري انه عم بيقص الشريب تيفوت لجوا تيفوت لك عطيني حقه وعم يولع لك دولار مش عايبك حقه اليوم إذا عم بيطالب بيحقه ما هذا الحق اللي بده يرح ينعكس عليه للعسكري اللي بالخدمة بعده لو بده يوصل النهار بده يصير متقاعد يعني كمان ولا لاش اللي جوا بيسترجي ما ينفذ أوامر بكل الأحوال يعني حبيت اليوم ندوي شوية على الواقع القليم للإدارة وبنقول لك الموظفين لبعضهم مؤمنين بالخدمة الناس إن شاء الله الحكومة إن شاء الله بدرس الموازنة تلحظ كل الوعود إن شاء الله وهي وعود محقة ما عم نقول لها أهلا وسهلا فيك أستاذ وليد جعجع مشاهدين أبعطيكم موعد نهار التانيين إلى المقر موسيقى